مرحبا لمشاهدين الأعزاء معاكم أحمد محترف في قراءة التارت والروحانيات سنرى شو مخبى لك؟ يا برج السلطان يا برج السلطان اشترك في القناة وفعل زر الجرس واللايك لكي تكون نيتك صافي أمامي وقراءتك صحيحة 100% برج السلطان هو برج مائي طبيعته عاطفية اللون المفضل الفضي كوكب المؤثر القمر البرج المعاكس الجدي سنرى شو مخبى لك؟ بإذن الله تعالى يا برج السلطان هناك أشخاص يراقبونك ومن كثف ويتبعون حركاتك خطوة بخطوة الأشخاص هذول ما بدهم يأذوك بس نفس الوقت عينهم ديقة وشو ما تعمل إشي بتطلعوا عليك بنظرة الحسد والغيرة الشديدة وهم من الناس المقربين عندك هناك مناسبة سعيدة ستذهب إليها أنت وأصدقائك راح تكون مبسوطة كثير مشي شوي وتحتفله راح يكون فيها رقص واحتفال جميل جدا راح تغير جو هذا الإشي ممتاز برفع عندك الطاقة الإيجابية ستتعرف على شخص جديد دون نفوذ عالي الشخص هذ راح يمدك بالقوة المادية أنت راح تقترح عليه فكرة وهو راح يوافق عليها راح تأخذ القوة المادية من هذا الشخص استغل هاي الفرصة يا برج السلطان ولا ضيحها من إيدك هالفرصة ثمينة مش كل يوم بتيجي الفرص ستتعرض لبعض المشاكل مع شريك حياتك حاول أنك تحتضن الأمور بسبب أمور قديمة راح تفتحوها جديد حاول يا صديقي انسى اللي راح وفكر باللي جاي أفضل للي الراح ما برجع والزبن ما برجع هناك شخص ستعطف عليه وتساعده جدا ماديا ومعنويا وهذا الإشي راح يرفع مقامك كثير مش شوي من تواضع لله رفع تواضعك هات جميل جدا وهذه زكفة عليها لأنه فيك الخير يا برج السلطان ستكون حيويتك عالي جدا وقوي وتمتاز بالشخصية القوية والمرحة ستكون شخص جذاب جدا وهناك شخص سيحاول أن يتعرف عليك انت مش راح تفتح له مجال لا تعليق على هذا الموضوع بدشره شخصي إلك انتهت قراءتنا للمنتصف الأول من شهر خمسة مايو أيار اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس والإعجاب اشتركوا في القناة